بدأ وزير الخارجية سامح شوكري نشاطه في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين بالرياض بالمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية وتنول اجتماع وزراء الخارجية العرب عددا من الملفات الهامة على ضوء تطورات والتحديات المتنامية التي تشهد المنطقة العربية ولعل ابرزها المستجدات على الساحة الفلسطينية وما تشهد من تصعيد ضد المدنيين على مدار الايام الماضية فضلا عن التصعيد الخطير للأوضاع في سوريا والازمات في كل من ليبيا واليمن والعراق